أهلا بحضراتكم من جديد، نرحب بخبرنا التحكيمي اللي نضمي لنا كابتن ناصر عباس، من أورا كابتن ناصر تحيات لي كابتن وسماء وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهل في كل مكان تحياتي نجوم الكبار كابتن محمد حشيش، برحب بيك كابتن محمد، ودكتور سابت، برحب بيك كابتن سابت بداية نقول مبنوك لنادي الأهل على الفوز وحظ أوفر لنادي الزمالك كابتن أسامة مباراة كبيرة جدا، مباراة الكمة بين الأهل والزمالك عادة حتى لو ما فيش تنافس ما فيش حاجة بطولة هي بطولة في ذاتها بطولة كبيرة جدا جدا، طبعا بشكل راجل الحكام حقيقة طبعا هي قدمت الحكم الدولي أحمد لتنظر في هذه المباراة لأن خلينا أقول حاجة مهمة جدا كابتن أسامة هذه المباراة محتاجة حكم كبير لأن اللعبة النهاردة لما أشاهد حكم كبير في الملعب أكيد بيبقى فيه التزام أكيد بيبقى فيه كرارات تحكمية ملتزمين بيها بحي أيضا كمان الروح الطيبة جدا جدا كنت أسمى ما بين اللعبين داخل الملعب يعني نهاردة بشوف نادي الأهل حتى اللاعب الزمالك بيقع اللاعب نادي الأهل نهاردة بيروح له ويقومه نفس الشيء لما اللاعب الأهل بيقع النادي الزمالك اللاعب بيروح له ويأموك فالروح دي ساعدت حكم المباراة في أن هو يدير المباراة من غير ضغوط من غير انفعال كان الملعب هادي طبعا بشكر الروح طيبا بين الفريقين خلينا أقولك في البداية عندنا حالتين مهمين جدا جدا كابتن أسامة البعض كتير جدا يمكن في القانون يعني هيعدوا عليه كده مش هيقب باله منهم قبل ما نقول حالتين النهاردة علشان المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي حاكم الساحة كان الكابتن أحمد الغندور حامل رايا هاني خيري حامل رايا تاني أحمد عبدالغاني بالضبط هو ده حاكم ده يمكن كان سابت بيسألني بيقول لي دولة مرشحين يطلق على فكرة أحمد غندور حاكم دولي يمكن هاني خارج كمان من الحكام اللي ترشحه للدولي أكتر من المرة أحمد عبدالغاني النهاردة عمل حالة من الحالات الرائعة كابتن أسامة هنجيبها حاديك هتفرج عليها تبقى حاجة مميزة جدا جدا في الحالات التحكمية خلينا نروح للحالات التحكمية ونشوف أول حالة معنا وهنا بنشوف الحالة الأولى هقف لحظة لمس لعب نادل زماني كابتن أسامة هنا نقف بس نمشي 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 نشوف الكرة لحظة اللمس ستوب هنا في لاعب في من الناد الآل في نوقف تسلل أي مساعد مش فهم القانون كان على طول أول ما الكرة راحت للعب نادل الآل كان عمل يرفع الرأي على طول رفع الرأي كان الدكتور سابت معي بنقول تسلل قطوله على فكرة حكم شاطر جدا أحمى أبغاني سمح باستمرار اللعب ليه لأن هذه الحالة أو هذه اللعبة اللعبة جاي من هنا كابتن جايبة من مدافع نادل زماني من لعب متعمد يعني إيه اللعب متعمد هذا اللعب ارتقى فوق وتعمد لعب كرة بالرأس حتى لو لاعب الآل في منقف تسلل بخمس ستة متر هنا الحكم بيسمح باستمرار اللعب وبالتالي هو اقدر اللي حصل في هذه الحالة نشوف هنا سمح باستمرار اللعب اللعب تنافس وعدل وصلح الكرة ليه تقريبا اللاعب نادل أهلي حط الجون وهنا هدف صحيح مئة بالمئة بحية عليه حكم مساعد أحمد عبغاني تركيزه كان موجود ما كانش سرحان لأن أي حكم في هذه الحالة كان ممكن على طول يرفع الرأي ومعندنا شفار يقدر يراجع هذه الحالة دي كانت الحالة الأولى فلازم هنا نشيد بحامل الراية كابتن أحمد عبدالغاني بالزبط كابتن حالة تانية شوف هنا كمان بقول لأحمد عبغاني شوف التكنيك بتاع الراية بيدي هنا خطأ والخطأ هنا بنقول عليه تعاون المساكن ما بين الحكم مساعد كابتن ثابت هنا بشرحها لللاعب كمان المباراة حتى كمان التكنيك بتاع الراية هو بيرفع بيده الشمال عشان يوضح للخطأ الخطأ كان على مين في هذه الحالة والغندور هنا تماما بيمشي مع قرار الحكم مساعد بدون أي مشاكل بيدي الفاول حالة الثالثة نشوف الحالة الثالثة اللي جاية وهنا بنشوف خطأ هنا هو هنا ماشى شوية وبعدين لما حس إن الكرة هنا مش هتبقى تحت فرصة جيدة رجع هنا الغندور وأشهر البطاقة الصفراء نتيجة التهور وهذا قرار صحيح من أحمد الغندور ليه يا كابتن أسامة أنا هنا دايما ببحث عن الأفضل اللاعب أفضل هنا اللاعب أدينه الفاول ولا خلي اللاعب يتوصل هذه الحالة يعني طبعا مش تحت فرصة جيدة هو رجع للمخالفة الأصلانية ودى البطاقة الصفراء وبالتالي هنا كان قرار صحيح الحالة بعد كده حالة دي حالة من الحالات المهمة جدا 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 كابتن أسامة ويارب بس نقف عندها شوية يلا هنا راكلة مرمى خلاص راكلة مرمى نقف من هنا داخل مطيئة الجزائي كابتن ثابت كابتن حشيش لا بنادل أهلي نرجع هنا نرجع تاني هنا القانون يقول لكابتن راكلة المرمى إيه كابتن ثابت عند تنفيذ راكلة المرمى يجب أن يكون جميع المنافسين خارج خارج فقط معي من فضلك خليك بس لحظة أيوة التنفيذ بتاع راكلة المرمى بس نوقف بس هنا بس هنا كابتن تكونوا بيقول إيه في راكلة المرمى أن يجب أثناء التنفيذ يبقى جميع المنافسين خارج إيه منطقة الجزائي حتى تصبح الكرة فين في اللعب إيه تنزح كرة في اللعب عندما تتحرك وتلعب بوضوح واحد يقول لي هنا إزاي الراجل الحاكم سمح بيستمر لعب يقول لعب الأهل هنا موجود داخل منطقة الجزائي تمعايا المفترض القانون أن الحاكم لا يسمح بوجود أو بتنفيذ الراكلة الراكنية عندما يكون أحد المنافسين داخل منطقة الجزائي ولكن عندنا السنة جميل جدا 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 وده اللي أنا أعوز أوضحه لحضرتك قال إيه عند التنفيذ إذا كان هناك أحد المنافسين داخل منطقة الجزاء ليس له من الوقت أن هو يخرج كابتن أسانا ما عندهش فرصة أن هو يخرج خارج منطقة الجزاء هنا على الحاكم يسمح باستمرار اللعب وهو ده اللي عمر الغندور تمعايا كابتن أحمد ثابت بس هنا كابتن استفاد بقى من الغلط ده كابتن هو هنا إيه هو هنا الحارس نفذ مسرعة نفذ وأنا كمنافس موجود داخل منطقة الجزاء ما عنديش وقت آخر بالتالي عنده الفرصة والإمكانية أنافس وهنا ده اللي عمله الغندور يعني لو أي حاكم تاني كان ممكن يعيد تنفيذ الركلة المرمى ولكن الثابت هنا هو ده القانون إن هنا اللاعب النادي الأهلي هنا سمح الحاكم بأن هو يتنافس وده تبقى القانون قران قرار صحيح يلا نروح للحالة إلا بعد كده هذه الحالة من الحالات أيضا المهمة ونشوف هنا يمكن أنا بختلف مع أحمد هنا منذكروني حتى كان بيكلمنا على الحالة ديته وطبعا كان معايا فيها يمكن هنا يا أحمد خد بالشكل كابتن أسامي دايما نقول الحكام لا تخدش بشكل اللعبة كابتن سابت كابتن حشيش نشوف هنا المخالفة كانت عالمية هو كان بعيد عن اللعبة هنا حتى كابتن نحمد غضون كابتن شغل في كابتن أنا كلاعب أنا مدافع أنا هره فين يعني أنا لم أتكب مخالفة سابت أنا وقف في مكاني دانت اللي جاي علي دانت اللي جاي بتدفعني وبالتالي هنا وفي الكادر كمان الكابتن نحمد غضون مش ظاهر في الكادر نفسه كان بعيد عن اللعبة خدها تقديرية بالظبط بقول يا أحمد يمكن دي الحالة اللي احنا يمكن بنختلف معك فيها هنا مخالفة يجب أن تكون لي صالح النادي الأهلي وليس على النادي الأهلي الحالة اللي بعد كده شوف هنا أنا الأول هتكلم على تمركز الحاكم السابت كابتن حشيش طبعا نقف بس قبل من نحل هذه الحالة حالة مهمة جدا نقف ماركز ممتاز نشوف كمان إشارة الحاكم كابتن هاتلي إشارة الحاكم من فضلك لو سمحت نشوف هنا بيشوت بقول إيه فيش مخالفة خلي بالك ده بيدينا قناعات كمحلل وكأسامة وكحشيش وكثابت إن هذا الحاكم وثق في قراره من غير مشوف اللعبة لسه من حلاش اللعبة ليه لأن تمركزه 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 وقرأته وزاوية الواضحة هاي دي بنوال على إيه أنا مع قرار الحاكم من غير مشوف اللعبة لأن كل الحاكم في المكان والتوقع والقراءة الجيدة وزاوية الواضحة اللي موجودة واضحة أنا النهاردة بمشي معاه في قراره خاصة في هذه الحالة اللي إحنا يمكن التصوير مش خادم فيها قوي قوي ولكن بمشي مع قرار الغندور لا توجد مخالفة داخل الصندوق بالتالي هنا بمشي مع قرار الغندور هنا يستمر اللعب والقرار كان قرار صحيح نتيجة التمركز الجيد ونتيجة التوقع والقراءة الجيدة وزاوية الرؤية المفتوح حالة اللي جاية بعد كده هذه حالة من الحالات المهمة جدا جدا ونشوف هنا ستروج الدخول يا كابتن حشيش كابتن ثابت ممكن حنادا نجادل فيها شوية ولكن هنا جاية جدا أنا شايف فيها واستخدامك نتكلم هنا على الرقبة نتكلم على الرأس في الرأس والدخول يعني أنا أقول له النهاردة يعني غندور أنت يمكن ما ديش فيها نظار لا هنا يجب ترتاكي لك ترتاكي لك على الأقل ترتاكي ولكن بنقول في هذه المباراة أقصى درجات التهور كان يجب في هذه الحالة إشهار بطاقة السفرة كابتن الثابت ولكن بشكل عام نجح لغندور في إدارة فيها حاجتين هل مش استخدام الرأس هنا مش استخدام الرأس بيبقى ألعاب خطر يعني لعبة خطر أنا معاك هنا كان في تنافس على الكرة والكرة كانت موجودة كابتن الحشيش يعني كان فيه نية اللعب نية اللعب وبالتاكي بنقول على الأقل كان يجب إشهار بطاقة السفرة يا غندور في هذه الحالة اللي يمكن أنا اختلفت معاك فيها ولكن بشكل عام كابتن أداء الحكام النهاردة كان أداء جيد ما عندهمش أخطاء مؤثرة في نتيجة المباراة وبالتالي جون تاني مبروك لي النادي الأهلي وإن شاء الله يعني يوفق فيه المباراة التلاع اللي جايب إذن الله فرصة كابتن ناصر وحضرتك موجود معنا عايز أسأل عن طاقم التحكيم المباراة القادمة للأهلي والرجال المغربي السنغالي نداي والزنبي سيكازوي على الفار بيرك في تعيين هذا الطاقم التحكيم الاتحاد الأفريقي دايما كابتن سابت بيعول على هم سبع تمن حكام اللي هم مرايحين كاسعال ماجيتي نداي سيكازوي جانجاك نديلا باملك مصطفى غربار رضوان جيد دول اللي شغالين لوقتي كابتن كل مباراة اللي هي تصفات الأفريقية أو دور الأبطال هم بيلعبوها أنا بسرسالة اللي ماجيتي أنت حاكم رائح كاسعالم سيكازوي حاكم رائح كاسعالم أعتقد فيش أفضل من أنك أنت النهاردة تحافظ على تاريخك كحاكم يبقى أنا النهاردة كحاكم بحافظ على تاريخي لابد أن أحقق العدالة التحكمية في هذه المباراة كابتن ليه؟ أنا لا أتأثر بدغوط الجمهور لا أتأثر بدغوط اللاعبين داخل مدان اللعب لا أتأثر بالمنطقة الفنية ليه؟ أنا دايماً ببحث يسايبت على اسم كحاكم هذه أفضل مباراة تثبت فيها يا نداي تثبت فيها يا سيكازوي أن التحكم الأفريقي ماشي بشكل جيد إحنا ليس نقول غير أن نطلب العدالة التحكمية للأهلي ونطلب أن نحنا كلاعيبة في مدان اللعب أن يبقى عندهم حماية آمنة داخل مدان اللعب كابتنثابت ده مش أكتر من كده بنقول بالتوفيق له نداي وبالتوفيق له سيكازوي في هذه المبارا نتمنى إن شاء الله تفوز بإذن الله لناد الأهلي بإذن الله ويرجع بنتجة أجبائية إن شاء الله نشكرك شكراً جزيلاً كابتن ناصر متعتنا كالعادة شكراً كابتن أسامة وسعيد جداً أنا معددك النهاردة ومعك كابتن حشيش وكابتن نقر وشك دائماً حلو معنا ورادة الأهلي والزمالي إن شاء الله عبالي يوم جمعة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله شكراً 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 شكراً